بيتوب سويز اليوم تفاصيل جديدة عن حياة جبران خليل جبران كتاب الأستاذ وهيب كيروز بيت مولد جبران وحديقته الكونية نحن نشوف هلأ إذا صار موجود بالأسواق مع أستاذ بيير كيروز يلي هو ابن وهيب كيروز أهلا وسهلا فيك حدثك شاعر وأستاذ مدرسة معنا كمان جورج طو مهندس وكاتب وهون تفاصيل جديدة يعني اللبنانية طبعا رح ينقذوا الأمريكان كمان كله رح ينقذوا شو هي التفاصيل الجديدة اللي بعد ما منعرفها عن جبران خليل جبران بالواقع في كتير تفاصيل مفروض أن تنكشف مفروض أن نقدر نصدرها تباعا اليوم حبينا أنه يكون هالكتاب بين أيدي محبي جبران لأنه يضوع على ناحية أساسية ومهمة ويمكن تخالف تاريخ طويل من المفكرين اللي قالوا أنه خليل جبران ما عنده بيت وخليل جبران فقير وإلى ما هنالك مش جايين نبرق خليل جبران إذا كان عنده هفوات بحياته أو لا بس إنما جايين قادر الإمكان نقدر نحط الصورة بحقيقتها وبوقعها خليل جبران كان عنده بيت ببشري وولد فيه ابنه البكر جبران هذا البيت يعني مش البيت اللي موجود حاليا لأنه البيت الموجود حاليا هو بيت بيملكه عيد جبران وهو من السلالة الجبرانية خليل جبران كمان كان عنده أراضي مجموعة من 16 عقار أرض موجودين تفصيلهم بالكتاب وأماكن وجودهم وكان عنده كمان بمنطقة بعلبك الهرمل بمنطقة اسمها مرشحين كمان كان عنده أراضي والمؤلف وزار هذه الأراضي وتصور فيها وضلوها عليا وكان عنده بمرشحين كان عنده دكان وكان الدكان يعتمد فيه على سياسة البايع بالمقايضة يعني بعطيك غراض بتعطيني مقبيله غراض هاودي كلهم سوا موسقين بالكتاب تنقدر نشير إلى حياة شوي فاية من الرفاهية كان خليل جبران عم بيعيشها وعلى أساسها كان عم بيربي عائلته يعني فكرة البؤس اللي كان فيها عائلة كانت فيها عائلة خليل جبران مش حائية البؤس أو الفقر أو الحرمان أو أكيدة أكيدة منا حقيقية بس الواضع عن خليل جبران أنه خليل كان يصرف مشان هيك كان عنده هالحياة البازخ اللي كانت عنده ممكن أنه قدت إلى ضيقة اقتصادية معينة بالعائلة جورج كان يعني رح نشوف على كل حال بصور كمان الأشري تكتير بيت جبران الحقيقية يلي استوحت من الوثائق يلي عندكن لأنه ما بقى موجود هلأ بيت جبران صحيح مش موجود بيت جبران تهبط لما بلدية بشري عملت ساحة الرئيس كميل شامعون وتهبط بالخطأ مش ما كان حدا قاصد يهبطه يعني بس لأنه صار علي لغطه باللحظة يلي استملكته بلدية بشري ما كان باسم خليل وهذا اللغط أدى لتهديم البيت والبحث يلي عمله أستاذ وهيب كيروز هو عن بيت مولد جبران خليل جبران وأنا استناداً الوسائق يلي لقيها استاذ وهيب كيروز قال الله يرحمه قدرت رسامة البيت وطلعنا فيه بصورة مثل ما بيقولوا سلسية الأبعاد لبيت بالتفاصيل مثل الوسائق والخرايط وحتى بالصور الأديمة مثلاً هاي دي واجهة البيت الرئيسية أخذناها من كتاب تصوير أديم معنى بشري بالأسود والأبيض إذا ماننا مغلط لغازي جعجع أخذنا منه الواجهة الرئيسية للبيت كان بعد ما تهبط هاي دي كانت مرجعة كتير رئيسي وكان فيه البلان دوماس للمنطقة لما استملكت بلديقة بشري بقى أخذنا شكل البيت من فوق مثل يلي بنقله البلان دوماس أو الطوب فيو بقى كان أول شي صار عنا واجهة كاملة وعننا الشيب البيت من فوق هلأ من هون ورايح بلشنا نلحق الوسيق وأنا بالنسبة إلي أكتر شي فايدتني كانت توصيف من مختار لما صادروا بيته لخليل كان المختار يروح معهم يلي هي بعد العادة قانوناً هلأ لما بيصادروا بيت المختار المحلي بيروح معهم وبيوصفوا بطريقة بالتفاصيل للمدخل والمنشوب يتألف ويخور للخيل والباحة والطابق التاني يلي هو بيت كبير يعني مثل ما عم نشوف ومنه مقتصر على كما أكتر من 400 متر وعملنا الخرايط وعملنا الوجهات والموضل والبرسبكتيف اللي قدرنا نفرجي للناس كيف كان نحن أكتر عن هالموضوع وأهمية هالكتاب بعد هالوقفة صغيرة بيت مولد جبران وحديقته الكونية الأستاذ وهيب كيروز عم نحكي عن هالكتاب اللي بيفرجينا تفاصيل جديدة عن حياة جبران وحياة عائلته وبالتحديد بيو خليل جبران يلي كان يعتبر أنه فقير جدا لنشوف شو الهدف من هالموضوع وليش بدنا نعرف إذا بيت جبران كان صغير ولا كان كبير أستاذ وهيب كيروز يلي على مدى 40 سنة كان مسؤول عن مدحف جبران أصر أنه يكون فيه لكينا هالنوع من الأبحاث وتكون أبحاث دقيقة واليوم بعد رحيله هالكتاب حضرتك عم تهتم أنه يكون عم ينطبع ويننشر شو أهمية هالكتاب بالتحديد بنظرتنا لجبران أهمية هالكتاب تكمن بأنه نحن علينا نبرق كل اللي حاولوا أنه يشوهوا كلام جبران جبران بيرسيله المتبادة لبينه وبين ماري هاسكل اللي هي تقدر بسبع تلاف صفحة بتوقف بعدة مطارح وعدة أمكانة بيوصف بيته والبيت اللي وصفه هو زيته الوصف زيت الوصف اللي توصلتوله بالوصف وصلنا له بواسطة وسيئة منشورة بـ 19 شباط سنة 1912 فينا نشوف على الهواء يلي هي وسيئة أصلية لأسعد أمين الخوري يلي هي وسيئة أصلية ومنشورة بالكتاب من عدة وثائق كمان تانية بتثبت أنه بيت جبران خليل جبران بيت خليل جبران يعني البي هو مختلف عن اللي نحن نعرفه وهنا أهمية الموضوع أنه جبران عم يوصف بيته مختلف عن اللي نحن نعرفه أحد البحيثة البريطانيين لما نجعله بشري أنا حكاها بصراحة وشاف وصف جبران مغير للواقع ما بيوفر أنه ينعط جبران بالكذاب وهي بكايروز هذا الكلام كان يأزيه نعم مشان هايكي ضل يمكن على مدة عشرين سنة يبحث تقدر تقصى الحقيقة بواسطة الوسائق الصحيحة أنه نبرق جبران بلشت هون نبرق جبران من هالتهمة يعني بلشت هون بلشت أنه جبران واصف بيته بغير طريقة نعت بالكاذب وهيذا الشيء ما بيهين على أستاذ وهيب فبلش هون البحث أكيد ولا ممكن يهين برأيي على أي إنسان لبناني الشغلة الثانية أنه خليل جبران قال لن لو لم يكن لبنان وطني لأخترته لبنان وطني طيب هل ممكن أنه يكون جبران بلا بيت أو يكون بيت على طريقة هيكية أنه مجرد بيت نلزقه علىه هالأسئلة أكيدة بتجرح وهالتساؤلات لابد ما أنه نقدر نوصل إلى حقيقة بيه بوجه هلأ سئبت أنه خليل جبران كان عليه شوية ديون وما تهرب من دفعه وفي بعض الوسائق في سندين بالكتاب جبران ماضي مع بيه جبران ماضي مع خليل جبران لإفاء هذه الديون لأصحابه فإذا مفهوم الحق مفهوم الانتماء مفهوم الشفافية في التعاطي مع الناس مفهوم التجزر في الوطنية هادي كلهم سوا مفروض أنه نحن نتعلمه كمواطنين لبنانيين صحيح كان يهمه كتير أنه يكون عنده بيت ويدل الناس على بيته هلأ المحكمة لما أصدرت محكمة البترون لما أصدرت قرارات ببيع أملاك خليل جبران بالمزايد العلنة بيقولوا لتعذر الاتصال بأولاده خليل ومريانا اللي كانوا هنسان هن عايشين فبيعوا الأملاك بالمزايد العلنة تقدروا وفهوا للناس أصحاب السندات اللي على يدين على خليل أقدمهم لألكم يعني كشباب بدكم أنه تكون صورة لجبران تكون صورة حيئية مش لأكتر والأقل أنا على الصعيد الشخصي موضوعها بيعز على قلبي كتير الشخص بحجم جبران خليل جبران يطلع لنا فرصة ندافع عن مصدقاته قدام العالم فرصة بعتقد ما بتصير لكتار الناس وكريمال هيك بدي أتشكر أستاذ وهايب كيروز وأستاذ بيير يلي صار إلي فرصة استمتع مرتين بهذا المشروع أول مرة لما اتصل فيه أستاذ وهايب كيروز وقال لي بدنا نشتغل على هذا الموضوع بس أستاذ وهايب كيروز كانت بلشت صحته تتدهور والكتاب ما قدر يصدره وقطع كان 14 سنة قبل ما يرجع يحكيني أستاذ بيير ويقال لي بي ترك لي اسمك ورقمك بين وسائق الكتاب وقال لي لأتصل فيك لأنه بدنا ننشر الكتاب بقى إذا بدك هذا على الصعيد الشخصي ويلي يعرف شوية عن علاقة بأستاذ وهايب كيروز وعلاقة بجبران خليل جبران هذا على الصعيد الشخصي بيعرف قديش مهم الموضوع بالنسبة للي أما الموضوع هو موضوع مهم عالميا لأنه موضوع بيت جبران مفروض يطلع على المستوى البلاتفورم أكاديميك ما يضل حكي سالونات يعني مش إنه جبران كان عنده بيت أو ما كان عنده بيت وهذا بيته مش مزبوط وبيته مزبوط أستاذ بيير موجود بالأسواء هالكتاب ولا وين موجودة الكتاب حاليا موجود بمكتبة أنطوان وممكن يكون فيه اتصالات حادة تصل فيه من فترة ممكن يتوسع بس إذا بتسمحي بدي بس وضح شغلي نحن بصدد مراسلة روبين ووترفيلد اللي هو أطلق شعار جبران الكذب بكتابه عن حياة عن حياة جبران نحن بصدد الاتصال فيه عبر الوسائل التواصل والفقرات اللي لازمي من الكتاب رح نترجمها للغة الإنجليزية تنبرهن له العكس ونرد له نصحح له معلوماته ونقول له هاي دي بشري هي دايما المؤتمنة على الحقيقة أهلا وسهلا فيكن شكرا كثير لوجودكم نخلص مؤتنا اليوم بي أم تي في ألايف موعدنا بكرة باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر